السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجبنا كسوريين تجاه تراجع صرف سعر الليرة التركية أيها الإخوة الكرام لا يمكن فهم سر تراجع صرف الليرة التركية في هذا الوقت بعيدا عن استحقاق الانتخابات التركية القادمة مع ما رافقها من دعوات مريبة غربية وبعضها للأسف أصوات عربية تدعو إلى سحب الأرصدة والاستثمارات من تركيا لإسقاط تركيا هذه المرة اقتصاديا وتدعو أيضا إلى مقاطعة السياحة في تركيا كأهم رافض من روافض الاقتصاد التركي وهذه المؤامرة تأتي اليوم في ضمن سلسلة من المكائد التي بدأت بمحاولات الانقلاب السياسي على حكومة العدلة والتنمية ولم ينجحوا في مضمار السياسة والانتخابات ثم أعادوا الكراء بالعنف والانقلاب العسكري لكن كان الشعب التركي له بالمرصغات واستطاع أن يسقط الانقلاب بالتفاف حول قيادته واليوم يحاولون بالانقلاب الاقتصادي ليؤثروا على قرار الناخب التركي ولن ينجحوا بعون الله وستبوء كل محاولاتهم بالفشل أمام ثباتي ووعي الشعب التركي لكن ماذا يمكن نحن لنا كسوريين فعله من أجل المساهمة في تحسين مستوى سعر الليراء التركية خصوصا أن الجالية السورية تعتبر اليوم ثاني أكبر جالية مستثمرة في تركيا وتملك أكثر من عشرة ألاف شركة اقتصادية والثثمارية وحقيقة ما يقال أن عدد اللاجئين السوريين هي ثلاثة مليون ونصف المليون نسمة غير صحيحة أبدا فعدد من يسكن مخيمات لجوء في تركيا لا يزيد عن 220 ألف لاجئ والباقي هم من أصحاب المهن والاستثمارات والأعمال والمصالح كيف تستطيع هذه الكتلة اليوم أن تدعم الليراء التركية وترد الجميل لتركيا التي طالما وقفت مع قضايا المظلومين في كل دول العالم الخطوة لأولئي والإخوة هي زيادة المشتريات من الأسواق التركية في الوقت الراهن قدر المستطاع وبذلك يحق التاجر فائدة كبيرة له حيث تعتبر اليوم الأسعار منخفضة نسبيا بسبب انخفاض سعر الليرة التركية فالسلعة التي كان يشتريها التاجر بليرة تركية واحدة لا تزال بنفس السعر لأغلب السلع إلا أن هذه الليرة انخفضت مقابل ارتفاع الدولار الذي يملكه التاجر والذي سيدفع به للبنوك الوسيطة لتصريفه مقابل الليرة التركية وهو بهذا يسهم في زيادة الطلب على الليرة التركية ويبقى أيضا أن نشير أن زيادة الطلب هذه تتناسب مع المواسم الحالية في سوريا من قدوم رمضان ومواسم الأعياد وكذلك وجود عشرات ألاف السوريين الجدد الذين عبروا من تركيا إلى سوريا بإجازة العيد مما يدفع لزيادة الطلب أيضا على سلعه وبالتالي تحقيق الربح الوفير ثانيا إيداع الفوائض المالية في البنوك التركية فالجمعيات لديها مشاريع تنفذ على عدة أشهر وكذلك التجار لديهم تدفقات نقدية واردة سيتم صرفها على فترات أبعد وإيداعك لهذه الفوائض في البنوك التركية بالليرة المحلية بدل احتجازها بالمكاتب أو الصناديق سيسهم في زيادة الطلب على الليرة من جهة وسيضمن ربحا لك خلال فترة شهر ونصف الشهر على الأكثر حيث يتوقع معظم المحللين ارتفاع سعر صرف الليرة التركية من جديد بعد دخول البلد في مرحلة الاستقرار فيما بعد الانتخابات التركية هذه أقل ما يمكن أن نفعله ونقدمه كنوع من رد الجميل للدولة التركية وأخيرا نذكر أنه واجب كل حر اليوم أن يساهم في حماية تركيا قلعة الأحرار ومآوي المظلمين من كل مكائد ومؤامرات التي تحاك حولها وضدها حفظ الله تركيا وكل بلاد المسلمين من كل سوء ورد عنها كيد الحاسدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته